رحب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بخريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لإنهاء لازمة في البلاد من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وأحث بلينكين جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمتطلبات الرئيسية للإعلان الدستورية. وينضم إلينا الآن عبر الانترنت من دبي سيد سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية. أحييك سيد سامويل وبالتأكيد أريد أن أستمع لرأيكم كيف تنظرون لحالة السيولة السياسية التي تجري في السودان الآن. إذن أولاً شكراً للإستضافة يا أحمد وكما تعرف الوليد المتحدث ترى أن الآن الشعب السوداني يستحق هذه الأملية الانتقالية للديمقراطية. وهذا ما الشعب السوداني رفع أصواتهم ليطلب منذ سنوات. إذن الوليد المتحدث ترى أن من جهة هذه الاحتجاجات وكما رأينا في الشوارع السودانية اليوم ومنذ أيام من جهة هذه الاحتجاجات شيء داخلي. وهذا كان في البيان من الترويكا، الترويكا النورويج والمملكة المتحدة والوليد المتحدة. وفي هذا البيان المشترك من الترويكا قلنا أن هذه الاحتجاجات شيء داخلي. ولكن من جهة أخرى وهذا كان في نفس البيان كنا أننا نشجع المجتمع الدولي لدعم الهكومة الانتقالية وكل المؤسسات الهكومية في سودان لحل هذه الاحتجاجات. لأن هذه الاهتجاجات والحصار في المرفع وفي الأماكن الأخرى تمثل أرقلة أمام هذه الأعملية الانتقالية وأمام تسهيل وتقديم المساعدة الإنسانية والمنتجرات للشعب السوداني. سامويل كيف تقيمون أداء حكومة حمدوك بشكل عام؟ هل ترونها تسير في الاتجاه الصحيح نحو الانتقال الديمقراطي والهدف المنشود أم لا؟ إذن في نهاية المطاعف ليس على الورية المتحدة والهكومة الأمريكية أن تحكم على الرئيس الوزراء حمدوك أو المجلس السيادة على الشعب السوداني. على الشعب السوداني أن يحكم على القضاء السودانيين. الورية المتحدة تدعم الشعب السوداني وتدعم هذه الفترة الانتقالية. ولدينا بعض الأولويات التي نريد أن نراها في السودان الآن ومنها إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي وتوفير العدالة والمسألة عن انتحقات حقوق الإنسان التي ارتقبها النظام السابق وتنفيذ اتفاقية جبل السلام وتسليع قتل آمن. ولدينا أولويات أخرى ولكن هذا من الأهم. إذن نحن نرى أن الشعب السوداني هم الذين سيحكم على هذه الهكومة. هل تفكر الإدارة الأمريكية في القيام بدور ما يشبه الوساطة بين أطراف الأزمة السودانية سامويل أم لا؟ إذن كما ممكن رأينا أو رأيته منذ أيام كان المبوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فالتمن. هو كان لديه اتصال مع رئيس الوزراء حمدوك ورئيس المجلس السيادة البرهان. إذن الورية المتاهرة دائما سنلعب دور إيجابي وسنلعب دور مهم بالنسبة للاتصال مع كل الأطراف. أنا لا أريد أن أقول أن سنلعب دور كوسيد لأن هناك أطراف كثيرة داخل السودان وكلها لديها الإمكانية لتواصل مع بعضها البعض. ومنها الهكومة ومنها المجلس السيادة ومنها القوى الهرية والتغيير. سيد سامويل البعض يعني أنا وأنا أنا أنا أناقش الملف السوداني. البعض يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر تميل لطرف السودان على حساب طرف آخر. يعني الطرف الموجود الآن في السلطة وتميل لحمدوك على حساب المجلس السيادة وعلى حساب المكون العسكري. كيف تردون على مثل هذه الانتقادات؟ لا بكل صراحة هذا ليس صحيح تماما لأن كما ذكرنا في البداية للهوار الولايات المتحدة مع الشعب السوداني. إذن لا نخذ الجانب فوق الآخر أو أي شيء. لا الولايات المتحدة ترى أن الشعب السوداني هم الذين رفوا أصواتهم ورفوا أصواتهم بالنسبة على المطالبات للحرية والديمقراطية والآمن والاستهار. إذن الولايات المتحدة ستدام كل هذه المطالبات. ولدينا علاقة ولدينا تواصل مع كل الأطراف بما في ذلك الهكومة، رئيس الوزراء، رئيس مجلس السيادة وكل الأطراف الأخرى. يعني هل تتخوفون من خلال متابعتكم لما يحدث في السودان سامويل وتحشيد الناس من جميع الأطراف الأزمة في الشارع؟ تتخوفون من دخول السودان في حالة فوضى عارمة؟ هل هذا الأمر بشكل أو بآخر أو هذا السيناريو من الممكن أن يكون مطروح؟ إذن الولايات المتحدة تتابع الأمور وتتابع هذه الأحداث في الأيام الماضية أنكثب بدون شك. ولدينا قلق لأننا نرى أن العملية الانتقالية عملية حاشة ونعرف أن هذه الأهتجاجات وأي فوضى في الشوارع السودانية ممكن ستؤدي إلى أرقل هذه الفترة الانتقالية المهمة بنسبة الشعب السوداني. إذن نعم الولايات المتحدة لدينا خوف ولدينا قلق. ولكن في نفس الوقت لدينا الشغل الكثب مع المجتمع الدولي، مع الترويكا، مع الاتحاد الأفريكي، مع الأمم المتحدة. إذن نعرف أن المجتمع الدولي بشكل عام منخرت ومتركز على الملف السوداني. يعني البعض يقول أن جزء من الحل أو حل الأزمة السودانية الآن بين الفرقاء السياسيين هو الذهاب لانتخابات مبكرة لعلها تحسم هذا الأمر. هل تعتقدون بالفعل سامويل أن الذهاب لانتخابات في السودان سيحل أزمة السودان ويجعلها تنتقل انتقالا ديمقراطيا سلسا أم لا؟ إذن إجراء انتخابات خرى والنزيهة جوز مهم، جوز لا يتجزى من ماذا نريد أن نرى في السودان في الوقت المناسب. الآن كما ذكرنا من قبل في الحوار لدينا بعض الأولوية الأخرى بنسبة إنشاء المجلس التشريعي والتسليل قطع الأمن. والنعم إجراء انتخابات خرى والنزيهة مهم جدا ولكن أنا لا أريد أن أضع تاريخ مؤين أو وقت مؤين بالنسبة لهذه الانتخابات. ما موقفكم أو ماذا سيكون موقفكم إذا حدث في السودان أي انقلاب عسكري أو أن المؤسسة العسكرية استلمت زمام الأمور في البلاد؟ إذن كما قلنا منذ أسابيع عندما كان هناك محاولة الانقلاب نحن ندين بشدة أي محاولة مثلها ونحن نرى أن الأطراف الآن في السودان منها المدنيين منها الجيش منها الأحزاب منها المنظمات غير هكومية منها الشباب. كل هذه الأطراف لديها الإمكانية ليجلوس على التعاولة المفاوضات ليجلوس على التعاولة ويناقشوا كل الملفات المهمة بالنسبة على أساب الشعب اليمني. إذن الوريث المتحدة ضد أي فكرة حول الانتخاب العسكري؟ نعم قيل كلام وصحح لي معلومات بأنه سيتم دعوة رئيس الوزراء أو تمت دعوته بالفعل رئيس الوزراء السوداني لزيارة الله المتحدة قريبا. أنا لا أعلم ما دقة المعلومة. لكن هل تفكرون أيضا في دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية أم لا في المستقبل القريب؟ إذن أنا لا أريد أن أستابق أي قرار أو أي إعلان من البيت الأبياد والوزراء الخارجية. ولكن كما ذكرنا منذ أيام كان المبوث الخاص للقرن الأفريكي جيفي فاثمن هو كان لديه اتصال مع رئيس الوزراء هامدوك ومع رئيس مجلس السيادة البرهان. ولدينا اتصال مع كل الأطراف. إذن لو كان هناك دعوة للولايات المتحدة وبدون دعوة لدينا اتصال عبر المبوث الخاص للقرن الأفريكي. وعبر سفراتنا في الخرطوم مع كل المسؤولين السودانيين كل يوم. سؤال الأخير سامويل. لماذا دائما هناك شك خصوصا في منطقتنا هذه من الأدوار التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني جزء من الشعب إذا صح هذا التعبير بالطبع دائما ينظر إلى أداء الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف السوداني بعين الريبة. ويرى أنهم في النهاية أمريكا تبحث عن أهدافها ومصالحها. ولا تبحث عن مصالح الآخرين. كيف تنظرون لمثل هذا الأمر؟ هذا سؤال كبير. ولكن بشكل آمن سأقول أن ما هي المسالح المشتركة لدينا مع الشعب السوداني؟ الشعب السوداني يريد ديمقراطية. يريد الازدهار. يريد الاستقرار. يريد الأمن. يريد أن يرسل أطفالهم إلى المدارس. ويريد أن يكون لديهم قطع صحية جيدة. إذن لدينا مسالة مشتركة بين الشعب الأمريكي والشعب السوداني. إذن أنا لا أريد أن ندخل في أي نظرية معمرة. بالنسبة للماذا تريد الوريث المتاهد في المنطقة. لأنني شخصيا أرى أن الوريث المتاهد والشعب الأمريكي لدينا نفس الرقبة الديمقراطية واخرية التي لديهم الشعب السوداني. سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية. كنت معي على الإنترنت من دبي. شكرا جزيلا سامويل. شكرا جزيلا بكم.